رأس الأمين المكلب التنظيم لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بلون سيبيسيا حفل تنصيب عضاء المكتب الفرعي للدائرة الرابعة بالعاصمة أنجمينة الحسين النور يوسف تجهيزا للانتخابات التشريعية والبلديات القادمة نصب عضاء المكتب الفرعي لهزب التجمع الوطني الديمقراطي إيرن دي تيلي ريفي بالدائرة الرابعة المكتب الفرعي بالدائرة الذي يضم مكتب نساء الحزب فضلاً أن مكتب الشباب والتجار يترأسهم الحاج أنبد ودري أقب تنصيبهم رسمياً من قبل العامين العام الوطني للحزب المكلف بالتنظيم بليون سيبيستيان الذي حسهم على ضرورة الوحدة من عجل رفع مكانة الحزب وبسط نفوزه من حيث النضال السياسي مؤكداً بأنه يتطلب منهم نشر رسالة الحزب التي تسعى إلى تحقيق مبدع الوحدة ونشر الثقافة الديمقراطية في المسرح السياسي بالإضافة إلى إرساد عائم الأدالة الاجتماعية بين المواطنين مضيفاً بأن هناك عمال شقة تنتظرهم وهي مشاركة الحزب في الانتخابات التشريئية والبلديات لذا عليهم التهمل والشعور بالمسؤولية من ناهيته المنسق الجديد لحزب التجمع الوطن الديمقراطي بالدائرة الرابعة الها جنباد دويدري قال أن هذه المهمة الموكلة إليهم تتطلب منهم العمل الجاد من عجل رفع راية الحزب بالدائرة لذا طلب من مناضلي الحزب العمل جنباً إلى جنب من عجل تحقيق العهداب التي يسعى إليها الحزب وخاصة المشاركة في الانتخابات القادمة أول عمل لتحقيق استراتيجياته لهجد عدد من المناضلين وكسب السقة